خليني أرجع لحياك في قصة الناس اللي عندها استفسارات هل ينفع نعمل ليزك ولا لا؟ هنا السؤال بيكلم عن الرجوع التاني الشخص اللي عمل ليزك بيحاول يستفسر أو يفهم يعني لو عملت ليزك ممكن يرجع تاني وأيضا السؤال برضو بتقال بشكل مختلف لو النظر ضعف هل يمكن أرجع أعمل ليزك مرة تانية؟ هل النظر بيدعف تاني بعد الليزك؟ إذا اتخذنا الخطوات السليمة قبل عملية الليزك يصعب جدا 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 للنظر يضعف تاني في الغالب لا ما بيحصلش إذا اتخذنا الخطوات الصح قبل العملية تمام؟ لأن دي مهمة جدا 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 تمام؟ بمعنى أنه في مثلا إحنا لازم النظر يبقى ثابت علشان نعمل عملية الليزك النظر بيثبت في الغالب عند سن 18 سنة لكن مش أكيد عند 18 سنة ساعات المريض بيثبت نظر عند 20-21 سنة بنعرف إزاي؟ بنعمل مقاسين نضارة الفرق ما بينهم سنة لو المقاسين زي بعض يبقى خلص في الغالب المريض ده نظر يثبت نقدر نحن نعمل العملية بأمان تمام؟ لكن أنا للأسف شعرت بشوف مرضى بيبقى عامل سنها خاصة البنات سنها دايب 16 سنة 17 سنة بيتيجي عند 21-22 تلاقي نظرها ضعف ولك لأ ده الليزج ده النظر بيضعف بعده تاني لأ إحنا هنا ما عملناش الخطوات الصحيحة قبل العملية تمام؟ فمهم جدا خطوات الصحيحة دي مهم كمان فحص قاع العين إن أنا بشوف مقاسات المريض قبل يعني قبل قاع العين وبعد قاع العين لأنها ساعات بتختلف ساعات بتختلف إزاي؟ بعض المرضى اللي بلبسوش نضارة العين بتحاول يعني إيه؟ تعصر نفسها عشان تشوف كويس تمام؟ فاتغير المقاسات المقاسات الطبيعية يعني مثلا المريض يبقى مينس 2 نلاقيه مينس 5 طب أنا لو صلحت مينس 5 فرق كبير يا ضغط فرق كبير يعني أحصل فرق كبير لو أنا ما حطيتش قطرة قاع عين ودائما يجي المريض يقول لي أنا عايز أعمل العملية في نفس اليوم وأقول له لا ما ينفعش نقعد نتخانق مع بعض ليه ده أنا قالولي ينفع وسألت في أكتر من مكان وقالولي ينفع لا ما ينفعش ليه يا سيبه غلط ليه؟ لأن احنا هنا وده حصل كتير معايا مش بقولك أن دي حاجة نادرة الحدوث أنا حط للمريض مثلا قطرة هو مينس 2 ولقيه أصلا مينس 5 حط القطرة لقيه ريجع تاني مينس 2 طب أنا لو صلحت مينس 5 المريض هيطلع بعد العملية بلس تلاتة بلس تلاتة مزبوط فإيجي بعد لما يقول ده أنا نظر ريجع في تاني بعد العملية لا إحنا هنا ملتزمناش بالقواعد الصحيحة قبل العملية تمام؟ لو أنا صلحت له المينس 2 هيخرج بقى شايف 6 على 6 وهيبقى زيو لو أنا صلحت المينس 5 هيخرج بعد العملية لأنه أنا جاي من صفر أنا جاي مش عارف من إين أو جاي من الغرداء عايز أعمل العملية في نفس يوم ورجع تاني معلش مش هينفع لازم نفحص قاعد العين فهل الليزك ممكن يرجع تاني أو النظر يضعف تاني بعد الليزك إذا التزمنا بالخطوات الصحيحة لا إذا ملتزمناش واجدت من ده يحسن طب هل لو حصل ما ينفعش نعيد العملية تاني ده السؤال التاني اللي حاجة السؤال صحيح لا ممكن تتعاد بس القواعد المنظمة للعملية الأولى بتتضاعف في العملية التانية تمام؟ هنا بيبقى لازم بقى عندنا مجموعة من الفحوصات أكتر وعندنا مجموعة من الأشعة أكتر علشان نطمن على سلامة القرانية ونتمن على استقرار النظر ونتمن على أن النظر أو القرانية دي تستحمل أصلا عملية تانية ولا لأ في ناس بيحصل ساعات عندهم خاصة الناس اللي نظرهم ضعيف بيحصل حاجة اسمها under correction دي ما بتبقاش فيه أي أخطاء غير أنه ساعات الجهاز ما بيصلحش مية في المية بصلح مثلا تسعين في المية دي سهلة جدا وبسيطة جدا دي ساعتها بنعيد على الليزر بدون أي إجراءات لأن احنا عندنا الـ data بتاعة المريض وفي خلال ثلاث شهور بنعيدها تاني لكن لو مريض جايلي بعد تسع سنين مثلا ولا خمس سنين ولا ثلاث سنين ويقول لها النظر ضعف تاني فحوصات كتير قوي علشان نعمل نعمل الأول وكمان ضاعف الفحوصات بالزبط كده فمهم جدا نحن نلتزم بقواعد المنظمة اللي قلنا عليها في الأول نحن نعمل كشف النظارة نعمل فحص قاع العين وإلأشياء العقرنية